باعو منو اجل سكينتون او ماي قاد يدمج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوكم شباب شخ باركم وياكم احمد اي ار رجعت لكم في مقطع جديد وبهذا الفيديو يا شباب ماينيكرافت بسلسلة السيرفر الجديد قبل ان نبدأ فيديو يا شباب خلي لايك واشترك بالقناة اذا انت اول مرة تشوف القناة وشارك الفيديو لكل اصدقائك ليش تشارك الفيديوك اليوم شباب راح يكون عندنا هواية اشياء جدا جميلة وشوفكم اش صار باخر حلقة مو سوينا هاي اللي تجمع الموارد هنا كذا شفوه حدا قاعدت تشتغل اش قلت تتوقعوني وصلت وصلت للبيتروك وعدلت بعض التعديلات اللي خليت تشتغل اوتوماتيكية اكثر مايحتاج انه انا اجي انقل اغراض وهذا الاشياء وعندي افكار اذا اشوف اذا قللكم عليها حتى تقلولي والفكرة لمو حلوة تمام خليني اروح اشوفكم اخر التعديلات اللي سويتها تذكرون باخر حلقة من سويت هاي الالة هي اثنين سويت باخر حلقة بس هاي الالة ما بقى الشراء يخلص تذكرون هاي الالة سويتها اللي يطلع لي المادة الصفرة سويت انبوب ينقل المادة الصفرة ويجيبين لهذا علي طول المادة صح هو ما قاعد يوصل حد وحد يعني يوصل يشتغل ماكو مثلا ينترس اوكي قاعد يوصل وبنفس الوقت قاعد يطلع لي موارد تشوفوا الموارد اللي قاعد يطلع انفلتي موارد حرفيا فاشوف سويت هنا صندوق كريستال حتى هم اشوف الموارد اللي قاعد ينزل تشوفوا انه ماكو دايموند لانتوقع ماوصل هو ارتفاع الدايموند بس نزل نزل كل الشبيرة عوف غلسوا على سافة الماء كأنكم ما شايفين الماء هو جوه الماء حاليا بشكل مطبيعي لو تركزون اكو اكو جوه انبوب طوي جوه الماء انا هذا الماء ماعرف شون الغي اللي عرفه بمانيكرافت ماكو غير كلمة السبونج اللي هي السبونج هي الوحيدة اللي تشيل الجسم فدقيقة ماكو بحر هنانه اروح ادور بي سبونج بلك تلقي سبونج هو السبونج موجود لا 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 ما هاي مو بحر مايعتبر بحر اعتبر بحيرة بس ما توقع اكو سبونج هنانه يب يب ماكو سبونج هنا فاريد سبونج اه منو عنده سبونج بالسيرفر اروح للمغزن ماتي والله شباب رح اروح للمغزن ماتي الصراحة خلصت هاي المادة اي خلصت هم اروح اجمع من هاي المادة وبنفس وقت اروح اجيب سبونج اروح للمغزن ماتي فاكلكم تعرفون انه المغزن ماتي لا والله شباب دايما مرتضى من اخذ مننا شغلات اوقات اقلة واوقات ما اقلة احتاجت مثلا ستاك حجر مثلا ما شكله ما تسوي يعني انا قاعدينهم للشباب و قلتنهم اي شي تحتاجونه تعالوا للمغزن ماتي واي شي تردونه تحتاجونه اخذوا عادي كلش عادي لان شباب واحد يدي يصور في اوقات شغله تخرب عليها الفيديو فا مثلا هاي الهسة قلت لكم عليها سبونج هاي شنو هاي القالة اللي عملية مراتفه ماذا هي الباب؟ الباب مفلش؟ أبروض الباب ليش عايف نفلش؟ انا اندل شباب لانشايف فيديوهات مرتضة او مرتضة ما عنده سبونج منو عنده سبونج؟ منو عنده سبونج تتوقع؟ اوكي خلي اخذ هاي الماده الصفره الصفره شنو؟ حتى اصلع الماده الصفره اوه عندي فكرة تدرون؟ إذا أروح هسة أوكي أكتب كلمة تانك رح يطلع لي كل أنواع التانكات بس التانك اللي أريده آني ما أدري شباب هسة أشوف التانك اللي أريده بس خلينا أخذ من هاي المادة واروح أحطها طيك 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 أوكي لأن هاي المادة شباب أه ما تنصنع حاولت أعرف طريقة صناعتها ما تنصنع فلازم شباب أجيب تانكات ويايا أفولها واروح أنقلي يعني هاي التانكات ممكن تكفيني أسبوع كامل حتى ما يأثر علي يلا ماما قي ماما قي أوكي خلينا نحط حتى يبدأ يشتغل أوكي ونحط هاي هنانة ونحط هاي هنانة طيب الشباب أكو خطأ كان عندي صغير اللي هو اللي هو كنت تحاط هذي الريدستون تورج هنا وهنانة فقعد تشتغل هاي وهاي بس هاي جوا ما قاعد تشتغل فحطيت ردستون تورج جوا هنانة حتى تشتغل كلهن وهذا انطيته شوي أوه فحم راح يخلص أحتاج بعض فحم تدروني مين راح أجيب فحم أنا راح أقلكم مين بس خليها تنزل هاي يلا والله عدي طريقة شباب راح أجيب بها فحم ستاكات خلينا نتقدم شوي أكيد هنا أنا بهاي الأشجار هاي الأشجار شباب أشجار طويلة يعني أكسر لي وحدة بطيني اش يقلكم دقيقة هاي شوفوا اش قد 24 شوفوا هاي اش قد بالله 31 واخر من يمي ما ريد أتعارك وما لي خليك أصلا عركة أوكي اش قد صار عدي 47 لاتوقع 47 عدد جدا كافي نرجع نحط الفحم حتى ما يخلص وتوقف العملية أوه الصار الثاني قريبين من القرية تدرون أوكي أوكي نجي نحط الفحم هنا ثمانية وتسعة وأربعة فحمة فأتوقع هسة أوه ماي جود شوفوا الشباب قاعد يشتغلون بع الموارد اللي وصلتني هنا أوه ماي أنا شوفتكم شنو موجود هنا شباب جوه خليني أشوفكم لاتس جوه شوفي الموارد اللي جمعتها 20 و 17 كوبر و 2 كوبر الثاني و 20 أيرون해 و 20 روز و بالاضافة إلى ماربل أو اسبلت أ Sophilt بالعربي وايشي يجمعتها كله بحفرة 10 في 10 فهم يا بلكم أسوي لي حفرة مثلا 20 في 20 يعني راح أجمع موارد أسطورية بس شباب أنا هسا عندي مشكلة مو بالآلات عندي مشكلة بالمادة اللي تصنع فعندي فكرة هسا رح أقلكم عليها قبل لا أروح أبدي بالفيديو حدا مبادئ بالفيديو أنا قاعد أشوفكم الأشياء اللي صارت البارحة أو خلف الكواليس هل أشيلها ذني أنا ميت بيها تنزين شنية هاي لقيت أور جديد زي شنو فايتة شنو أقدر أستفاد مني أو أقدر أصنع هاي أوكي ممكن تفيدني شوفوا شباب استفادية من أور جاني أور جديد اللي هو اسمه تنزين ما أعرف شنوه حلو لقي نفاها 22 نايف أوكي شباب خليني أشرح لكم شنو اللي أريد أسوي أنا بالحلقة الجاية اللي وراها مادي جوز حلقة الجاية استكشافية والحلقة اللي بعدها ما أعرف شوفوا شباب ركزوا يا اعتبروا شباب الردستون عبارة عن يعني اعتبروا سور أوكي اعتبروا سور فتخيلوا أنا سويت لي مكان تمام مكان هذا المكان المربع هذا المربع مثلا سويته هنا بهالمكان هذا المكان المربع أسوي كل السوائل اللي أصنعها اللي أحتاجها يعني مثلا أحتاج من هاي المادة الصفرة أجي أحط هنا فد أربعة خمس آلات أجي على طول أصنع من هاي المادة الصفرة يعني كل شويان مصنع صناديك بحيث انه من اريد مادة صفرة اجعل اطول اخر صندوق وحطه مليانات عدي عرفتوا هذا المكان اسويه مثل المصنع مصنع اسويه بهالمكان وش راح اسوي شباب راح اسوي مربع ثاني اصغر من عنده مربع ثاني اصغر من عنده اللي هو اسوي مخزن يعني اني هنا مو اصنع الاغراض الموارد السوائل او ما عارشوا يسموها هنا اخزن يعني مثلا احتاجت من هاي المادة السودة اللي اصنعني مصانعها بس لاقيها وخازنها يا امي القاها بالمخزن اجي احطها طبعا ما راح تكون عندي هاي الالة هاي الالة ذات شوفوها كلها ما راح تكون عندي وحدة راح اسوي خمسة يعني تخيلوا العدد الموارد اللي راح اطلع هاي المادة الصفرة ونسوقت هذا المادة السودة لازم لو اصنعها لو اروح اجمعها من العالم كله واجي اخليها يعني مثلا اسويلي تانك اوكي واجه ثاني اوه واي جمعنا وتركزون اوه واي حتى راح ينترس اي موبايلي رجاءا بدون اي صوت اوكي جمعت كلاي حتى كلاي صار عندي ستاك اوكي دقيقة اوكي هذا اوه الماي خلاص هذا نسيت اضيف لماي اوكي توني انتبه يلا نجيب لماي حتى نعدي مشاكل ويه المشاكل هنا لان الماي بس يروح هنا مايجي هنا فنضيف لماي مو مشكلة بوك الثاني وبوك الثالث اوكي هاي خليلي نعوف هذا الشي على صفحة نخليها بحلقة جاية رح ارتب لها مكان وسيجه وحط لها آلات مثل هاي اللي عد مرتضة مع الآلات الحماية بس ما رح اسويها لازم تحتاج موارد تحتاج وقت فإنكم نسويها وياكم فهسه ايش رح نسوي خلنشيل هاي اول شي لان دا تلاحظون الاكل تقريبا بقيتلي الصمونة وحدة وهاي خلصنا يعني نروح نموت فاليوم شباب رح اصنع آله أوكي اللي هي اسمها أنيمال فدر أوكي أنيمال فدر توكلي الحيوانات ولا كوا فطرين على غجب هو لو أكوا أنواع الفطور بالعالم أكيد ينمو الأكل يجيني أوتوماتيكيا يعني أنا ما سوي أي شي والأكل يجيني على طول تمام فشنو رأيكم هاي الفكرة كيدي كلا أحد قيل لي أحمد ليش ما سويتها من بدأة وأدري أنتم بالتعليقات دا تكتبوا لي أحمد سوي هاي الآلة أحمد سوي هاي الآلة فاليوم جاي الوقت المناسب اللي رح أسوي هاي الآلة ومنا أنا أقدر هاي باعوا نزل تاني أتوقع مو اسمه فدر لا 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 أتوقع شباب يمكن اسمه فار فارمر يمكن فارمر دقيقة يمكن غلطت بالاسم لأن أتذكر أني مسويها قبل ايه شباب هاي فارمر أوكي أنا سي رح أبدي أول شي أصنع الأكل العلف للحيوان وبعديا أصنع الآلة تطعم الطعام خلصنا على الطعاماني هاي أوكي اللي هو رح أصنع شباب شي اسمه فارمر نحتاج أربعة منها يعني تسعة تسعة في أربعة 32 صح يب 36 فش رح أسوي أحتاج 36 ايروني أوكي 36 ايروني أطيقهم كلهم ليزر صدق عندي هاي اللي ما عندي أحتاج كوارتس شباب هنا عندي يمكن لا ما عندي لازم روح أجيبها من البيت أوكي والله شباب متحمس الحد ما أسوي هاي الآلة المصنع أوكي والآلات اللي عندي كلها متحمس لها والله بس انطيننا شباب وقت على ما أجهز لها وأفكر لها بس خليتأكد عدنا شباب كوارتز لو ما عدني عدنا كوارتز ولا ما عندني ما عندني ما عندني أتوقع ما عندني فهم جيد عدينا أو عدي فهم هواي بس خلينا نجيب هذا تاج أكلاني بهالفترة هاذا بيطاقة اي بيطاقة خلنا ضرب هذاني ليزر الستة وثلاثين ستة وثلاثين قلنا ستة وثلاثين الواقع بعمل رحام الرجاء لا جيبنا ستة وثلاثين اوكي كافي ما نحتاج بعد نسوي هنا نحطها ينكل هنا هنا اربعة كمناها قلنا شو نحتاج بعد نحتاج ايرون كايسنك كايسنك نحتاج اربعة و بلاك كوارتز مين نجيب بلاك كوارتز هاذا المشكلة خلي نشوف الآلة دقيقة دقيقة احتاج شسمة احتاج هابب بنيا ثلاثة اوكي نجيب هذر شغلة ثانية شباب مين نجيب طاقة فنحتاج طاقة فنشي الشباب شكون شي طينا طاقة lentس جووا قينا كوارتز الاولاء طاقو كوارتز بس يش واقف تقلي خاصة المادة السودى اوه مايي جااد خاصة المادة السودى تعالا لازم رح اجيب بعد مادة السودى ميش يقلكم شباب نحتاج اصوي اهم دقيقة دقيقة خليني اسوي البرميل اوكي منهي شباب هتطه بعد منحتاج يعنى ما نحتاج بهالسولى اشوفوا هس قل احمد شو البرمين اللي راح تصنعه عوف الفارمر على صفحة خلنا نصنع برمين ننقل بالمادة السوداء حتى مو كل شوية راجع يجيب لي موادة السوداء عرفتو اكو شي اسمه تانك اللي هو هاذه اوك لا مو هاذه لا 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 هاذه اكو شي اسمه فلويد تانك واكو شي اسمه الدرام هاذه الدرامب اوكي فاني راح اصنع الدرامب ليش التانك اذا حطيت بمادة ورجعت فلشت يتنقل اياك المادة البطنك لا تختفي بس اذا تجيب هذا الدرامب الدرامب درامب شبيك احمد وتحط به المادة وتطلع تشيله ما راح يرحن الموارد خلينا نصنعه اوكي نحتاج انه واحد من هاذه نحتاج انه اثنين من هاذه اوكي صنعت لي واحد اوكي خلينا نروح ننطلق نشيل المادة السودة شوفوا شباب شكله كأنه برميل هو برميل اصلا نجي نشيل اوكي لا اريد اشيل اوكي حط شوف حتى لولنا تغير اسود لا ما اريد ماي اريد هاي المادة السودة اتوقع منها نجمعها حط هسه اذا تضغط علي شباب اكليك ايسر راح يقلك علي سار انت حاط بي اربعة من اصل ميتين وستة وخمسين يعني اقدر احط شباب ببطنة ميتين وستة وخمسين بوكت فالتتخيل هذا الصغير اش قدي يتحمل اوكي بس خلينا نهت اتوقع جمعت عدد كافي يعني تقريبا اذا احسبها جمعت ستة وعشرين بوكتاية اوكي ستة وعشرين بوكتاية وي راح اجمع هنها سذني الثلاثة حتى نرجع واحنا كل شو عدا ماكو اصلا خلصا قاد احاول اجمع ماكو هاك شوف حتى جمعت مواي شباب بما انو انا رايح للبيت وقريبيا من مخزن ماتي اي 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 زى شباب يعني احتاجي لكوارتز يعني ميصر هي تشي مرتبة يعني ميصر هي تشي مرتبة يعني ااني تزولي هدايا ياخد ازولي هدايا حتى الواحد يقدر ما ادى الكوارتز ليش ما قعد القايا اا دخلت رحلات كيفية جد اوكي خلني نكتب كوارتز عدد مرتبه حاخذها النصف مرتبه اي ام سوري اين وعشرين كوارتز لأن أحتاج أحتاج الصراحة أحتاج بالآلات والكواردس موجود بالكيف هواي يعني لو تركزون عند منتظى عنده تقريباً استاك زين ليش أنا ما عندي ماء ماجئة وصلت أوكي نحط البرميل قريب أوكي نحط البرميل هنا حتى ما يأثر أوكي ننخلي ونجيب البوكت نشيل واحد واحد انحط واحد انحط واحد انحط واحد انحط واحد انحط واحد أوكي ها هي شو شباب فونا هسا بعد راح يشتغل للصبح بس دقيقي خلى أتأكد هل هذا بيفحم شو واقف توقع يخرب لازم أشيله وارجع شغله من جيد أوكي تشوفون دميش قد راسبني من هذا اللي اللي يكتني أول ما أحط راسي على المخدة راسبني ثلاث مرات راسبني صراحة على مم الشغلات اللي نحتاج اتوقع كل شي موجود يمي فقط اروح احط الالة وارتبها لا دقيقة الالة مم نصنعتها وقف وقف انا جبت الكوارتز فخلينا نصنع الفارمر هاي الالة تسمها الفارمر اوكي نحتاج هذا سوينا ايزي سوينا الالة ايزي 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 شباب احتاج الى شنو احتاج الى دود هسا تقلي اوكي شا سوي بالدود لان دود شباب راح يساعدوني دود شباب راح يساعدني انو الزرع يكبر بسرعة فاحتاج الدود بشكل هسانا تقدم مع الدود تلافة سبعة هاذا منو هاذا ده سويت هنا يلا يلا واخر منا اوكي جمعت 8 اتوقع عدد كل شكاف يلا شباب راح احط الالة شباب مكان عشوائي كبداية راح احطها هنانة اوكي بعيد عن البيت اوكي راح احطها هنانة تمام ورح احط الجسمة واحد دقيقة هاذة ايه اثنيا تمام اتلافة اربعة خمسة ستة راح احطمه هنانة اتوقع هو هذا الدود الاحتاج حتى تشتغل هاي الالة ممكن احتاج بعيد دود هنانة بالضبط اتوقع هو هذا العدد كافي هس اجي شنو اسوي اجي احط انطل هاي الالة انطيها طاقة فالطاقة اللي راح انطيها يا شباب طاقة الفحم اوكي راح احط الفحم دقيقة وين الفحم يلا اروح على الجمعناه قبل شوي اكيد اكو فحم شباب هاي الاشجار راح اشيلها اغفل الكوالي راح اشيلها قاعد يجمع حد انا ماي ما قاعد ركزوا على ايرونج قصر ادي ايرونج ثمانية وعشرين انا اجيت على متفحم طيني هذا الفحم اوكي اش راح نسوها سنجي نحط ها بهنان راح يطلع الطاقة اوكي الطاقة راح تنزل هنا جوا لا 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 ما قاعد والله شباب ما ادري ما ادري هالي الدود قاعد يخربن علي الولا خليني ازرع بمكان الدود باحتمال ما قاعد يقدر يزرع فخليني انا ازرع تمام راح اساعده بالزراعة خليني اكبر وحده بس احتاج بون ميل نجيب بون ميل حتى يتأكد هالي الالة قاعد تشتغل الولا ادخلي هنا اريد بون ميل يابا طلعني اوكي مش قد بلا صار بيها طاقة حلو طاقتها حلوة لا بأس بيها يلا هسا يجي شغل البون ميل مثلا هاي هاي اللي دايسة فوقها هالي دجرب عليها اوكي بلا تشيلها مفوض تشيلها ياب شالتها بالله الله علي وكلش حلو هاي الفكرة يعني ليش انا اروح ازرع انا ليش اروح ازرع اوكي خوباني اساوي الالة هي التزرع لي هي التحصد لي هي المعروف ايش براحتي اوكي فهسا اللي راح ارتبها ان شاء الله بالفيديوهات الجاية انو راح اكبرها اساوم اجيبها اربعة من هاي احطها هنانا اربعة اتجمع لي موارد اوكي تزرع وتجمع لي موارد حلو وبنفس الوقت الموارد اللي طلع منها يدخلا جو القعوان يرحن على الالة اللي توكل الحيوانات اللي هما شباب راح استغل للدجاج اشوف الدجاج افضل من حيوانات الثاني ليش لان الدجاج يتكاثرون صيف شته هسا تقل لي شلون الدجاج يبيض اوكي مني بيض راح ااخذ البيض على طول شو راح اسوي افقس البيض راح تطلع لي كتاكيت صغار وبنس وقت بفصل الصيف العادي راح اكاثرهم بالسيد هذا فشي كلش حلو هذا الشي عرفته فبنس وقت اقدر اطبخهم بنفس اللحظة فهس اني وضعي ممتاز وثمان يويت عندي شي جدا خرافي والالة قاعدة تشتغل الطاقة مالتها فول وهذا فول كلشي واقف فاتوقع كملت الالة بقى بس اذا شوفوا هنا شصار اخر فترة صار شي ما صار شي هاي الالة قاعدة توقف ماعرف ليش حدان قاعدة طلع اه اه او ماي قاد وصلين للد ريد ستون الظاهر نزلنا كل شجوه وصلين الماتوروصلين للرد ستون الرد استون دامينا ارتفاع الى جوه فاالمشكله متقدر تعرف التب.ية. ارتفاع ماتقدر تعرف المشكلة الماء يا أخي الماء الماءلوبس اتخلص من الماء باجي اعرف الماء وين قاعد يروح تدوش راح اسوي شباب راح اشيلها تمام راح اجي ارجحها هنانة ارجحها هنانة ورا اوكي ارجحها هنا اخلي الماء يوصل لها طبيعي يبقى المادة هاي الصفرة المادة هاي الصفرة شباب على طول اني انقلها بيدي ايزي هس اتقصر بيها خليها مشتغلة بس انطيها ردستوناية لاني احتاج اثنين حتى يكون الشغل سريع شوو شباب الشغل سريع فتو تخيلوا شباب الكواري اللي رح اصنعه ورا هذا يعني الحفرة الجديدة الالة الكواري مو هاي الالة اعتبروا هاي الالة هاي الكواري اعتبروا هذا الكواري رح اجيب من هذني الاربعة هذني اللي اشتغلنا الاربعة رح اجيب تدرون شم وحدة رح اجيب احط وحدة هنانة وحدة هنانة وحدة هنانة وحدة جوه أربعة من هاي الآلة راح تشتغل بسرعة خيالية بس طوني وقت ان شاء الله خلف الكواليس راح اضبطها واشغلها بالحلقة الجاية بس مو هنا لأ راح اشوف لها فد مكان هيتشي اسوف فد عشرين في عشرين أو عشرة في عشرة اريد اجمع موارد خيالية او ماي جاود باعوا من وجه سكينتون او ماي جاود اوخ اي بيكي معود شونا كتلة ها يلا موت يلا او ماي جاود ادمجني من وراء الحائط تعال يامي تعال لا تعال لا لا تضربني احلي شي ادمجه واني بالبيت اني بالبيت لا او ماي جاود شباب يلا مبقى شي ما بقى شي او ماي جاود او ماي جاود شباب خليني اهيل تفوق تعال لنا تفوق تفوق انت او ماي جاود يا رب مرحباً وزيقياً تجعلني وحش شوفوا كم شغلة أتوقع أقدر أليب سفا براسي نايس كتبي بالتعليقات شنو أقدر أسوي بهذه الدروعة أسويلي دروعة من هاي ما أدري ألمهم شباب ألا ألمهم شباب إن شاء الله عدمتكم هاي الحلقة لا تنسوا اللايك واشتراك بالقناة ونشوفكم على خير ومع السلامة باي باي